عمر ما كان الحل ما تعيشينه من ضغط مع والديك أو لباك أو أخوتك هو أنك تمشي تزوجي باش أنا كيتهنعي الأغلبية اللي كي يخدو هاد القرار غير تيكرفسوا راسهم وتيقولوا ياري تكون والكاف عمر ما كترجعك اللور بقوا معي في حكاية الليلة باش تستفدوا من خطأ نور الفادح سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام إليك أتمنى أنكم تكونوا بخير والأخير وموركم هانيا أحوالكم طيبة المؤنسة دي لكم عادة إليكم من جديد قبل ما ندخلوا بحلقة الليلة ما تنسوش أنكم تقطعوا لدير الإعجاب التحت لما تكلفكم حتى الشيب جهود ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا نور خلقت في المغرم ولكن في عمري ثلاث سنين جئت لدولة أوروبية مع والدي ومع أخوتي كبرت في عائلة لي محترمة والدية الظرافين لأقصى درجة أنا هي الكبيرة في أخوتي الدرالي وحتى البنات تربيت ما وقريت ما وعائتي كانت تم عيشة معنا كانوا يسافتون للجامعة ونقرروا العربية وحتى القرآن فجدرت عشر سنين من عمري سنقرر باش أنني نتحجب فبقيت مستمره في القرآن توصلت لأوروباك ديالي ودخلت في المراهقة أوليت كانت ترافق مع أبنات وما بقيت شنديد قانا نتاع أنني نقرأ فاصدق ما كملش وحبست للأسف لكن بديت كان نخرج كان نخدم كنا كل صيف تنمشوا المغرم حتى الواحد العام في 2012 مشينا كونجل دولة أوروبية وحدة أخرى وتما غادي ندوز شي أيام مع العائلة واحد الولد أو واحد الشاب كان شافني وعجبته تعرف علي عادي ولكن أنا ماترت انتباهي نهائيا جاوبت معه فقط بحكم أنه كان تعرف أخويا وبابا المهم قد تواصل مع بيناتنا اليوم غدا ورجعنا في حالنا مع عائلتي علما أنه كنت كان عرف في مدينتي واحد الشاب وحدة أخر اللي كنت كان جمع معاه ولكن ما كهي شي معقول فهذا الشاب اللي تعرف بابا وخي تعرفت عليه بعكس الأخر اللي كان ناوي المعقول وبغي تزوج ولكن أنا مكنش كنا نعرفه أعضت واحد شوي أنا وياه وطلبني الزواج أعطته الموافقة باش جاه هو أمه من ذلك الدولة الأوروبية للدولة في إنسان سكون خطبني وتشوفنا شي زوج دي المرات وما تعرفت شي معرفة لي كبيرة مخرجناش مقدرش نعرف شكون هو أو لا أصلا شنو تيبغي ولا حتى هو تعرف شنو أنا تنبغي والعقلية كانت مختلفة أنا كبرت هنا وهو خلقت أمه تعرفنا في شهر 8 شهر 12 جا خطبني هو والأم ديالو في شهر 8 غادي نديره العرس كانت يجيني إنسان اللي هو خلوق وطيب كنت شفته تيكمي ولكن عمرني ما عرفت عليها أكثر ولشنو كنت يدير أنا كأي بنت صغيرة وليدي مزيير معايا ما كنش كن خرج بالزاف وما كانش عندي حرية تامة اللي بها نقدر ندير اللي بغيت فقلت ها هو جهد الولد اللي هو ضريف وعيش مع أمو واخته حيث ببا ما كانش عنده أجيبت للبلاد ونمشي نرساح باش ما يبقىوش والدي حاضيني بحالة وحدة عندها 18 العام كانت يبلي بلي أنا والزواج هو الحل أفضل الحالاتي في شهر 8 كان العرس معربا عمامتي اللي في المغرب وجدوا لي الحوايج وعربنوا لي رقاعة ونقافة وكل شيء أنا فعش مشيت بزيز غير قنقية وصف كانت الليلة دي الحنة وعرس وكل شيء ذات مزيان وإلى الحمد لغد لي عائته داروا لي صبوحي وانتهلو فيها في ذلك الوقت هو من واحد العائلة اللي عمرها ضار اللي اتهلو فيها وشرووا لي هدايا وكبروا بيها هم عائلة لي ميسورة وفي الفيلة ديالهم في المغرب لكن انا عمرني ما طمعت فيهم ولا حتى هرفت على شونه عنده بالعكس حتى احنا بخيرنا وباعمروا ما اخصصنا من شيء وليليام شوف حالهم من بعد العرس وانا رجعت مع رجلي للبلاد في أوروبا في انتيس كن هو وهنا فين غادي تبدأ حياتي شو غادي نقول لكم كان بغي ما كان بغيش العقلية مختلفة تماما مبيناتنا وكل واحد في العالم دياله حاولت ندير لي البلاصة في قلبي وما قدرتش ورغم ذلك ان الزواج كان بالنسبة لي هو الاستقرار نكون مع انسان داخلها سقراسي وداياها في الدين ديالي وندير الواجبات ديالي كزوجة الحب بيكون ما يكونش ما تهمش ابديت كان شوف شي حويج اللي ما تيعجبونيش فيه ابديت مثلا انني كان طلب منه يصلي لانه ما كيصليش وكيك ما عزكم الله الحشيش كتشفت بلي انا وتيقمر والاحترام معي مكانش حاولت معي مرة وزوج فصلة ولكن ولو مانكذبش عليكم واخي كبرت في اوروبا والتربيت مع اجاني بقيت محافظة على الدين ديالنا والاصول ديالنا هو ما كيت تحسبش معي لا في الفلوس لا في الخروج لا في حتى شيئ ولكن وليس كالية كبيرة مع الام دياله لما تلبسيش هذي وانا صغيرة عندي 18 عام كتقولي ما تلبسيش سروانتع الجين انا دير الفولار ديالي وكان لبس محطار ماء وطويل وعارفة لحدود ديالي الام ديالو في اللول كانت مزيانة معايا انا كنت تكنة في الطبقه ديالي وهي كانت تكنة في الطبقه ديالها كنت محطار ماء وكل مرة كنا بطل عندها شنو بغيت يا خاتي شنو تشهيتي كان جماليها دارها وكان جمحتها داري بقيتنا بحلقة كالعام اللول كلو انا معايا من بعد حملت ولت توليد ولكن ما كان شادكي الحياة اللي تمنيتها ولا بغيتها للأسف الام ديالو بدت كتتحقر عليها وبنتها كتتحرضها عليها علش النور كتتلبس هذه وتدير بحلاكة كتتمشي هي كتتسافر كتتجي كتتلقدرها مجموعة عمرها مصبنات هي حويجها انا اللي كان ديالها كل شي وانسانة اللي كنت راسي صغير وغادة معها في احترام وفي حب وفي اخلاق ديما كانت ذبز انا وياه ولكن تنقول ماشي مشكل خليني نصبر وخى القمر والحشيش بدك يأتي رمضان ومرة مرة اللي تكلاحظ انا واتهي ياكل فاش كنسوله علش تيقول يلا را راستي حرقني وتمشي كياكل عيز معه بيت نقول ياربي فين انا غادة معاد الانسان اللي معلى بالوش بها الدين ولا بالبيئة اللي انا فيها واللي كبرت فيها يقدر يعيرني باي كلمة ما عندهش مشكل تمشي المغرب وكنجيو الفين وسبعتاش مابقيتش مربعي يدي غدين نخدم وبيت كنجمع شوية ديالفلوس وصلحت معها هدارهم بيت النعاس الكوزينة الباركي في البارك الدوش كنت ندير معها كل شي بدك تنقول يمكن مع الوقت سيأتي من عند ربي شي اقتناع ليه او لا شي حب او لا شي رحمة الهي وهدسي سيتبتل معي والده عنده عزيز بزاف ومدين ما كانش عندي معاه مشكل ولكن العقليات كانوا مختلفين تماما ما كيدا في عشالي عند أمه ولا أخته واذا مشيت عند الناس يقدر يلبس ويهدر بالهدرة اللي كانت يعني يقدر يخسرها اي واحد يقدر يمسح في رجلي وهو ما كينش هنا وخات يشوف علما اني انسان الحمد لله قادة ومقدودة وخدمت ودوس البرميديالي وشريطه موبيلتي وبقيت غدا معاه اليوم غدا اليوم غدا مش المغرب ودى معه ولده انا بقيت خدامه بدت كنشوف المشاكل غاديين وكيدزادوا كل نهار وقلت الاحترام كان نوض مع ثلاثة اربعة ديال الصباح وما كنلقاش حدايا كانت تعصب واحد النهار صفي دخل في القمر وبدو كي مشوا لينا الغراق ديال الفلوس في الليلة تخينوا معي كانت كتش ماشي من نحت المليون مشيت فضلت مع امه وكتل يا انا ما نقدرش نعيش مع فلان هات العيشة زيت انا وياه في الهضراء ومردت وجاني الأعصاب في المسارن ورجعت نبقى نغوة بالحرقة ديال المسارنة حتى كتجي الإسعاف كتديني من الدار ذاك العام اللي مرضت فيه والدي يضروا باش انهم يهزوا حوجاتهم ويسمحوا في دارنا في الدولة ويجوا في حالهم للدولة الاخرى في حدود اللي كانت قريبة فين انا كنت نسكن مشيت عندهم وقلت لهم باللي انا عييت مقلة الايمان والاداب والتبذير وهو مفاتش العالم مشيت عند والدية وانا يا حالتي مشيت قدرت راديوات وكل شيتي يقول لي انه ما عندك حتى شعره وانا كان قيل بالحرقة في مصارني حتى كان طح دوست خمس شهور بحال هكا ارجعت لي عنده دخلت 2018 بطنة المغرب جاء واحد العرث صاحبتي مشيت ليه فاشجال يب اللي يديني كان مقلوب اعزاكم الله بالحشيش وهنا في نقول ليه انا ما نقدرش نكمل معك والد الناس كنت معي في الهضرة ومع وقفنا في واحد السوبر مارشي دفعني تطحت على راسه حيليا والدي وزاد وخلاني بدأت كام بكي وبقيت غدا كان تمشي واحد المسافة اللي كان طويرة وانا كانت شنشق بلقاء حتى وصلت للدار وجمعت حويجاتي من دارهم دابا هو واحد ما يسور عند بالوب اللي انه غادي نطمع فيه غادي نصبر وغادي نبقى معاه ورغم كل شيء وانا كلا جمعت حويجاتي ومشيت عندي قليلا من بعد جداني وحنا منقشين ومشدين وصراعات توصلنا لدار لأموه دويت الوالدية انا ما قدرش مزيد معا بقى وقت رغب بابا وماما باللي انا ما نقدرش نعيش بلا نورا ما عشروش اتيقوه لكنه فعلا كان غرق فيها ولكن حتى شي حاجة ما كانت يبين هاليا وما بقيتش قدع ليه بخاتمة لم يكن تبين الله يرضى عليك ابنتي غير تصبر شيئا تصبرت شهر وبدأوا يقعوا فلاشات لم يكن تصبر عليهم سنجمع ثلاثة ديالخوال الذين أعرفهم جيدا وهو والوالد ياري وقلت لهم هاشنو تيدير حتى تبجوه قالوا لي يا صافي لا تستطيع تكملي مع عائلته وشاهده فيه خرجت في حالي من الدار وخليت كل شيء من غير حويجي ديال الباسة وولدي قلت لي إنسانة طيبة جدا قلت سمعها لمدة 14 اليوم حتى سهلة يا ربي ودبرت في الكرة هي اللي ستعطيني لأنه لم يكن فلوسي في جيبي قلتكم تعرفوا بللي أنا إنسانة لم يكن تجمع الفلوس كان نفرش كان قادب كان نعطيه كان صدق واللي بغى نعطيه وما نحيتش لي كنت نعاون وليديا ورغم أنهما محتاجينش المهم مرتخاله اعطى 23000 أورو هي 30 ألف درهم وهي ثلاثة المليون هي باش كريت وباش فرشت قال لي اه بدأت لك الروايط لطموبيل قلت لي أنا أريد لا أريد لا أريد لا أريد أي شيء كان خاصني غير نهرب حيث وصلت إلى مستوى لا أريد أي شيء كنت بغى غير نرتاح قلت بحدي ودخل العائلة لا يمكن أن تفرقه هو بدك يرغبني وانتي كيف أرى في هذا المدى القليلة قلت تداره قلت لي سأعيد من حكم ماما واختك وانتي لا تدو قلت من حشش ومن خروج وقلت الأدب أنا تربيت وست شيت وعمواني سمعت بباطئ يقول لماما أعزكم الله حمارة وانا دابا أريد أن نستقر ونرتاح خمس سنين وانا معاه عشت فيها بثائف تفاصيل وكانوا خائبين وانت خليته سأدوز عنده واحد النهار لدارهم كي نأخذ شيء كمالا يوجد فبدأت يطلبني عافك على وجدك والدنا لأنا كانت عنده 4 سنين حنيت قلت لي أنا دابا كريت كريت يلا تسكن معي أجي نعطيك فرصة وإذا بقي بنتنا الرزق سنكملوا في الأول عارض لأنا ما أريد أن تتحمل مسؤولة لكرا وقلت لي أنا تنخدم وهذه أهم حاجة أنا لا أهمني هذا الشيء كامل أجي نعطي معي وفعلا لا تنخدم السكرة كي يمشي كي يخدم ويأتي في العشية يأكل ويشرب ويمشي للدار عند أمه يقلس معها ويأتي عندنا لأصحابه كي لا يحتاجه ويأتي 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 اليوم غدا حتى شهر ونص وأنا نوقف عليه هذا الشيء أنا لم أقبله لماذا أصلا تفرقنا قلت لي يا بنت الحرام ما بنت الحرام قدرت فيه أهز لي واحد الموس ويضربني في وجهي قلت لي صافي غير تهدن يلا نعسو نعيش ريطان حتى الصباح ويكون خير صباح لم يكن يخدم فجل قاني جمعت لي حويجاته ويأتي قدام باب الدار وقلت لي صافي ساليدة مشيت طلقت راسي براسي ودفعت طلق في المغرب وخرجوا لي صفتت لي وبدأت حياة جديدة وبقيت مستمره في الخدمة وليت تكرفص ونفسيته التعذبات رجعت ندير رياضة وشديت فصلاتي كنت تقول أنه ربي سيعودني خير وباقي سيأتي نهار في اللقاء والد الناس اللي سيبغيني وقلت كل الأمور مفرح في حياتي وولدي كانت يقلس عندي سيمانة وكانت يقلس عنده سيمانة فوق خدمتي ضبرت في خدمة أخرى ومشيت الأمور مزيانة والصالير كافيني وليدي بدأوا يفكروا أنهم يلحقوا عليا حيث يقولوا ما يمكنش بنتنا تبقى بوحدها مع ولدها قلت لي هوم أنا ما نقدرش نجيل عندكم لأنه صعيب القانون هنا أنا أنني نبعد الولد على أببها بقي تطلعها بطفل محاكم والله العظيم إذا خسرت سبعات يالي مليون بالضبط لكي قدرت أنني نحيده لي أسبوع ونخليه لي غير في الويكاند جا خويا اللي صغر مني أنه يسكن معي ونسني وأنا قلت كان خروج كان دير رياضة كانت تعرف على الناس لم يكنت متعدة لأنني لم يكنت تطيع في نفس الخطأ وما تريد أن تزوج لكي يمتغل لكي يمكنني المتجل لأنني وانا كنت تقادل عليها وكتر وشاريتهم من أحد أخرى وحياتي بدتت تتقد وستقررت وصحتي بدتت ترتاح رجعت الفورما ديالي كيف تمنيت والي ديال جاء ولقيت لهم دار وكل شي كان بخير ومزيان كانت أول نقطة في حياتي أردى ليها لبال أنني كنت كان هرب من الحرام وكان طلب الله أنه لا يوصلني إليه من بعد تلاقي رمشي لغد ليه صباحة مزيانة وباخير وكل شي هو هادك لا طحت ونط وولدي كان يبكي على ابا والتعصبت وبكيت وهرست باش قدرت أن ينوي مرتاحة ذا سمن بزاف جل وقت خصوصا أنه طالقي كان ديما تابعني وبغير رجعني وما كيخليني شفين تنفس خمس شهورة قدرت نستقرف نفسيتي وصحتي جاءت عندي أختي والتي كان نبدل مع هالجو كان خرجوا وشريوا ونناكلوا حيث لا يوجد أصحابات عيشت حياتي بطولها وبعرضها فيما يرضي الله حتى جاء شهر سبعة 2019 كان جاءت عندي ماما وكنت أنا وياها كانت تخرجوا لماحل كبير لهم اليوم غدا اليوم غدا كانت مكي يخدم وحد الشاب شفته مرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة عجبني ولا أني مدتهاش فيه عادي كنت كان نقول كنت عجبته أصلا هو اللي غديدوي معي لأنه يقدر يكون مزوج ولا شيء واحد نهار عادي مشيت عنه ماما وخويا بدأوا يتسنوني في الطموبيل وبدأوا يشوفي قال لي كيف تقدريت أعطني النمرة قلت لي أعطاني ديالك أنا اللي غديد أنصوني عليك أعطاها اليوم شيت للدار حتى اللي أشياء ونكتب لي في الواتساب السالحة أنا اللي أعطتني نمرتك قبيلة ما أريد أني مني؟ من بعض البعض قلت لي قلت لي أنا في البرك أدخلت يفتح لحالك أخذني أني أليس لأنه نهار لأعطاني وضع علي يتسنوني وقلت من بعد تسنوني أدخلت لداري أعطائني لقد رأيك وقلت أين TE أتمالت وليلي اتطلق كيف أريد لا تسعير لقد أخبرت لي العنوان ديال دارو ومشيت حتى وصلت للباب وقلت ليه أنا هنا خرج اللي عندي وباركيته موبيل ومشي ناقلتنا في واحد الجردة في واحد البلصة قريبة لهم قبلنا كانت تعارفوا قال لي بلي أنا وفي عمره 29 سنة وانا ذاك كانت في عمره 29 سنة قال لي أول مرة جيتي عندي تخري عجبتني وتمنيت أنا لنتعرف عليك أكثر بدأك يعود لي أنا تزوجت وتطلقت وعندي ولدي دابا قلت لي سبحان الله قصتنا كيف كيف يا واحد تناسيدي أراني تزوجت وتطلقت وقال لي بلي أنا وولده قد ولدي وهذا شو القصة ديالي ساعتين أنا تنعود لي هو تعود لي إنسان لي ضرياف وحسيت بلي أنا وعدنا نفس العقلية ودزنا من نص الظروف أخضرنا عادي من بعد فاش كل واحد بغير يمشي في حاله قال لي يا ما سخيتش بك خليني مشي في عالك في الطموبيل هزيته وبقينا مجمعين قال لي خمس سنين لي دازت ما بقيش كنحس لا بحب ولا بتاشي حاجة قلت لي حتى أنا زيدني عليك والليت الباري حتى توف الطريق ورجع في حاله لغد لي معت مني ليا الصباح صناع لي وقال لي يا واش نقدرون تشوفوك بالما تخدمي تلاقينا قال لي اسمعي نورا حسيت معك بواحد الإحساس لي هو عجيب أنتي هي الأمر اللي أنا بغيت أنا قادي نجاوبه بنفس الجملة ديالو مشيت لخدمتي وأنا خارجة في العشية قادي لقاه كي ينسى ينح دباب الخدمة بدا كان ضحكو وقال لي يا هدشي نورا عمره موقع لي معاش وحد آخر من غ أول مرة وهي انتيا ومحاهم عنده لأبرميلات ومبيل مشيت وصلت لداره ومشيت لداري من بعد يومين أعيد لي بغيت نشوفك ما بغيت نشوفك قلت لي وخا تلاقينا وقال لي يا نورا أنا كنحسب راسي بلي أنه ما نقدرش نزيد نعيش بلا بك أنا بغيك للحلال إلا بغيت تكملي معي أنا راجي نخطبك ومندابة ما عرف شو غدي نقول لكم الشعور والأحاسيس اللي حسيت بهم أول مرة غدي نتعرف عليهم هذا هو الرجل اللي بغيت وهنا هنا بالضبط يا ناس غدي تبدأ بداية دي القصة اللي فيها كل طرف تعطي أحسن نسخة منه والتاتيمة دي لها هي اللي غدي تكون غدا إن شاء الله فما تمشوفين فقولوا يا شنو كتتوقعوا من القصة دي النورة مع هاد الشاب غتكمل ما غديش تكمل شنو فأتركوا ما غدي وقع نضرب لكم موعد غدا في نفس اللوقتها دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام سلام